بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور محمد الأشهب واليوم إن شاء الله هنتعلم مع بعض تاجوشي لوس فانكشن هنعرف مع بعض المبدأ اللي هي مبنية عليه وكمان هنعرف المعادلة اللي ممكن أحسب بها قيمة اللوسز وهناخد مع بعض إن شاء الله إجزامبل نتعلم به إزاي نعوض في المعادلة تاجوشي لوس فانكشن هي عبارة عن استاتيستيكال ميثود تم تطويرها بواسطة عالم ياباني اسمه تاجوشي والهدف منها توامبروف الكواليتي أوف مانيفاكشرد جودز وطبعا زي ما احنا شايفين من اسمها كده لوس فانكشن فهي الفكرة منها إنها بتربط الكواليتي باللوسز لإن تاجوشي عرف الكواليتي على إنها يعني هي الخسارة اللي هتنتقل للمجتمع بمجرد شحن المنتج أو توريد المنتج ده للمجتمع وطبعا اللوس هنا عبارة عن تعبير للخسارة اللي ممكن تحصل سواء كانت كوست أو خسارة في الكاستمر ساتسفاكشن يعني من الآخر كده مش شرط إنها تكون خسارة مالية ممكن تكون خسارة بأي معنى تاني وليكن مثلا الخسارة اللي هي جاية من عدم رضا العملاء وبالتالي بيقول إن البرودكس اللي احنا ننتجها لازم تكون وزن الاسبيسيفيكيشنز طيب إيه الفرق بين تاجوشي والترديشنال أبروتش في الترديشنال أبروتش نحن يهمنا بس هل المنتج داخل الاسبيسيفيكيشن ليمتس ولا لا وقلنا الاسبيسيفيكيشن لامتس دي اللي هي بيحددها العميل اللي هي غالبا بتكون لور اسبيسيفيكيشن لامت و او Per specification Limit سواء كانت أعلى من الأبر أو أقل من اللور، إنما تجوشي أبروتش بيقول إيه؟ وين أبرودكت موفز فروم إيتس تارجيت، ويل كوزا لوس، يعني لو البرودكت اتحرك بعيد عن التارجيت، يعني مثلا هنا متوسط العملية كان منطبق على التارجيت، فإن حصل أي شفتنج، سواء ناحية اليمين أو ناحية الشمال، فتاكوشي يقول إن أي شفت يحصل سيسبب لي لوس بغض النظر عن هل البروست كلها متوسطة ولا لا، تاكوشي يركز على التارجيت، فبيقول لن أبرودكت موفز فروم إيتس تارجيت، سيأتحرك من التارجيت، وإن إذا كانت الأمر ليس أو ليس قد تكون معدات المستقبلية، يبقى ممكن تكون الحالة دي في التراضيشنا الابروتش احنا بنقول ان دي ما فيهاش مشكلة انما تجوشي بيقول لا فيها مشكلة طالما انها انحرفت عن قيمة الطارجت او النومنال فاليو اللي احنا محددينها ليه الاسبيسيفيكيشن وبناء على كده تجوشي اعتبر ان الكواليتي لوس بيحصل وان ابرودكتس ديفياتس فروم طارجت او نومنال فاليو وبالتالي قال ان كل ما الديفياتس ده بيزيد كل ما قيمة اللوس بتزيد وافترض ان اللوس فانكشن لها شكل معين اخدت كيرف كده بشكل اليو شيب اللي هو بالشكل ده طبعا واضح من الشكل ده ان لو قيمة المين منطبقة تماما على النومنال فاليو زي ما احنا شايفين كده فقيمة اللوس ستبقى زيره لو حصل بقى شفت ناحية اليمين او ناحية اليسار سيزيد بالشكل اللي احنا شايفينه ده وطبعا زي ما هو واضح كده ان الكيرف ده بارابوليك يعني المعادلة بتاعته من الدرجة التانية فلو جينا هنا هنلاقي دي شكل الفانكشن اللي تاجوشي يفترضها علشان يحسب منها اللوس سيبقى اللي ده هي عبارة عن اللوس سيبقى والإكس ماينس ان او الإكس ماينس التارجت هي دي الديفياشن فهو قال ان اللوس سيبقى بتعتمد على الديفياشن سكويرد فبالتالي المعادلة دي كوادراتيك فيه الديفياشن فبالتالي تاجوشي يوزيز كوادراتيك اكويشن تو دي تيرمين زالوس كيرف كبه احنا كده عرفنا يعني ايه الكوادراتيك اكويشن اللي هي المعادلة التربعية بالشكل ده وطبعا لو حبينا نفهم بسرعة كده هو الشكل ده جي منين الشكل ده جي من انه نفترض ان البروسس بتطلع منتجات الكاركترستيك بتاعتها نورمالي ديستريبيوتيد بالشكل ده فبالتالي لو حصل اي شفت ليه الميو عن التارجت احنا طبعا فرضين في الحالة دي ان الميو منطبق على التارجت التارجت ده 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 يا كنا بنرمز لها بالرمز تي او في معادلة تاجوشي هو افترض هنا انها ان طيب وبالتالي لو حصل اي شفت ليمين هنفترض مثلا ان الشفت بيحصل ناحية اليمين هنلاحظ ان الكيرف ده بدل ما هو هنا هيمشي كده بالشكل ده وبالتالي دي شكل الاريا اللي هتخرج وطبعا زي ما احنا ملاحظين من الكيرف ان كل ما الخط ده يتحرك او الكيرف يتحرك هتلاقي الاريا اللي بتخرج اكبر من الاريا اللي قبلها يعني زي ما احنا شايفين كده لو الخط ده تحرك كده او الكيرف ده تحرك كده الاريا اللي هتخرج في الاول هي دي بعدها لو تحرك نفس المسافة الاريا اللي هتخرج اكبر لو تحرك نفس المسافة الاريا اللي هتخرج برضو ايه اكبر بكتير فده بيبين لنا التزايد اللي بيحصل هنا فيه اللوس فانكشن يبقى شكل اللوس فانشن او اليو كيرف ده جاي من النورمال ديستريبيوشن وانه كل ما بيحصل شفت كل ما قيمة المساحة اللي بتخرج هتكون فيه تزايد وبالتالي هو افترض ان اللوس ممكن نحسبها من المعادلة دي المعادلة دي ببساطة زي ما احنا شايفين بتقول ان اللوس بتعتمد على قيمة الاكس اللي هي قيمة الخاصية اللي انا بقسها يبقى اللوس هي عبارة عن اللوس فانشن الان اللي هي الان كابيتل دي هي عبارة عن النومنال او الطارجت فاليو لذلك ممكن تلاقيها في بعض المراجع بتتكتب بالشكل ده اكس ماينس تي حيث تي اللي هي الطارجت يبقى الان دي هي الطارجت فاليو او بنسميها النومنال فاليو طبعا الاكس هي الاختشوال صايز للخاصية اللي انا بقسها يعني انا مثلا لو بقيس الديامتر يبقى القيمة الفعلية للديامتر هي عبارة عن اكس والنومنال فاليو لها هي عبارة عن الطارجت زي ما هنشوف ان شاء الله في المسألة اللي جاية طيب احنا كده عارفنا الان عبارة عن ايه والاكس عبارة عن ايه بقيلي بس الكيه الكيه هي عبارة عن كونستنت اوف بروبورشناليتي الكونستنت ده بتحسب من المعادلة دي اللي هي بتساوي سي على دي سكويرد طيب السي عبارة عن ايه السي عبارة عن اللوس استشياتيد ويز سبيسيفيكيشن لمت يعني لو عندي ايتم خارج بره لسبيسيفيكيشن لمت اللوسز اللي جاية منه هتكون قد ايه فالقيمة بتاعتها هي عبارة عن السي الـD هي عبارة عن الـTolerance Limit الـTolerance Limit هو عبارة عن الـDeviation للـSpecification from the Target Value بمعنى أننا لو عندي الـSpecification Limits بالشكل ده والـTarget طبعاً بيكون في النص فالمسافة بين الـTarget وبين الـUpper Specification أو بين الـTarget وبين الـLower Specification هي دي عبارة عن الـD وعلشان نفهم الموضوع ده كويس هناخد مع بعض المسألة دي هنا بيقول لي apart dimension on a power tool is specified as طبعاً دي بقى ممكن تكون أي حاجة هنا من الدهال أنها dimensions وعرفها لي على أنها 32 وربع زائد أو نايس 0.25 وبالتالي من المعلومة دي أنا أقدر أعرف أن الـTarget Value هي القيمة دي اللي هي 32.25 وكمان أقدر أعرف أن الـDiviation أو الـTolerance Limit زي ما سميناها هنا اللي هي بنرمز لها بالرمز دي هتساوي القيمة دي اللي هي 0.25 يبقى أنا كده من مجرد معرفة الـSpecification Limits أقدر أحدد قيمة الـTarget بكام وقيمة الـD بكام وبعدين هنا بيقول لي من التسجيلات القديمة للشركة قالت أن 75% of the returned parts exceeded the tolerance limits of positive or negative 0.25 وبالتالي أنا عرفت أن احتمالي منتج يكون out of specifications بيساوي 75% طيب لو طلع out of specifications الموضوع ده هيكلفني قد إيه قال لي the cost of replacement is 12.5$ يعني تكلفة أن منتج واحد يطلع out of specifications هي عبارة عن 12.5$ وبالتالي طبعا أقدر أحسب expected cost للأيتم الواحد زي ما هنشوف إن شاء الله في الحل طيب المطلوب هنا ايه بيقول لي determine key and quality loss function يبقى هو مش عايز قيمة quality loss لا هو عايز function نفسها بحيث أننا لما عوض بالـ x أقدر أحسب قيمة losses وبالتالي الحل هيكون إن expected cost of repair إحنا كنا قلنا هنا إن probability إن الإيتيم يطلع out of specification بتسوي 75% وإن الكوست كانت به 12.5$ فبالتالي هتبقى قيمة expected cost هي عبارة عن 75% مضروبة في 12.5$ هتطلع به 9.375$ يبقى كده عارفنا قيمة السي وبالتالي علشان نحسب قيمة الكي زي ما قلنا هي عبارة عن سي مقسومة على دي سكويرد السي إحنا حسبناها من هنا خلاص والدي زي ما قلنا هي الديفياشن اللي هي عبارة عن المسافة من المسافة من بـ 150$ بالتالي لو عايز أعرف الـ quality loss function اللي هي L of X فهي ستساوي الكيل اللي حسبناها بـ 150$ مضروبة في X بـ N طبعا هنا لكل squared وطبعا قيمة N زي ما عارفنا من الشريحة دي إن قيمة N اللي هي target بيساوي 32.25 يبقى دي كده قيمة N يبقى لو رجعت هنا للمعادلة دي هقدر عوض هنا عن N ب 32.25 يبقى لو عايز يعرف قيمة اللوص عند أي قيمة لل X مجرد هتعوض في المعادلة دي بقيمة X اللي جيفن عندك هتقدر تحسب قيمة اللوص عندها بكام يبقى احنا كده تعلمنا ازاي نحسب قيمة K اللي هو constant وكمان نحسب قيمة اللوص عند أي قيمة لل X هتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته